ماشي الامة تلاقي ده الامة تلاقي ده ده دوت الاتنين بيقوموا بنفس الوظيفة ماشي اللي انا بيبقى عندي دايرة كوة ودايرة كنترول وده بيفصل الاتنين عن بعض طيب طبعا دي دايرة كده اسيبوكم منها عشان مامولة عشان لو عندي دخلين كهربا تمام وعايز اطلع منه هو خارج واحد بس من الدخلين ده كنت اعمل انترلوك بين الاتنين لو ده هنا في كهربا دخلة ما متعدش من ناحياتي من ناحياتي وهنا لو كهربا قطعد لا اعدلي من ناحياتي لمن ناحياتي دي كده انترلوك بين الاتنين مش بتاعتنا دي مش بتاعتنا سيبكم الاسلاك المتوصلة دي محل كتبه معها وانت هتركب الرليل. بص كده نيجي للرليل اول حاجة. الرليل عندي نوت كم دخل. بص كده دخلين. ويطلع منه خرجين. دخل قدام الخرج بتاعه. والدخل قدام الخرج بتاعه. نعم. اللي في الجنب هنا والجنب. حلو بقى. ده الكويل اللي موجود في الجنب. لو انا وصلت هنا طيار طرفين الطيار. تمام? يوم ما عدي لي الطيار من هنا لهنا. او من هنا لهنا مش هتفرق ايه من الدخل في الخرج. لازم اعدي هنا طيار. لو عد طيار يحسن مجال المغناطيس يجزب القلب التحت فيوصل الدخل بالخرج. يوصل للطرف ده بالطرف ده. والطرف ده بالطرف ده. وبالتالي انا دخلت هنا كهرباء. تطلع علي الكهرباء الناحية الايه? التاني. يعني انا بدخل الكهرباء العمومي هنا. تمام? وهنا بوضيه على الدغوط. ماشي? هتبرد انا هو دي على ايه? الدغوط. هل الدغوط هيشتغل? لا مش هيشتغل. مش هيشتغل اللي حصل ايه? لو عد طيار في الكويل ده. لو عد طيار في الكويل ده. يبدأ الطيار يعد من هنا الهين. يبقى لده لما احب اوضي طيار للدغوط اعمل ايه? اوصل طيار كرام هنا. صح? ها? مش ليه دعوة بالليه? بده خالص. يبقى كويل الصغير اللي هو الصغير خالص ازاي? لو وصلت له طيار الكهربائي عدى الطيار الكبير اللي هو فيه امبرة عالي من هنا لهنا. راح عالضغط يشتغل الضغط. تمام? طب عرفنا المحتواته ايه? دخل وخارج. كويل. بس. لو مرة طيار في الكويل يحسن مجال مرة تيسف يجزم قلب التحت. فوصل نقطة الترمس فهي وصل للايه? اليمين بالشمال. تراني سؤالي. هو الكونتاكتر يوصل نقطة ترمس مساعدة ونقطة ترمس اساسية. هنجيلي بعد الوقت. طب رلي زي? لا مفيش نقطة مساعدة. اه رلي ده اسمه رلي ايه? رلي. لأ. ده حاجة تانية خارج. ده رلي زي كونتاكتر كده. رلي زي كونتاكتر كده. ايو ده رلي ما زي كونتاكتر. ده ملوش دعوة بمكسفات ومكسف تشغل ومكسف لانه ملوش دعوة ده ملوش علاقة. ده رلي بس. رلي بس. ماشي? خلاص عرفنا رلي? اه. ده اه نيجي بقى الكونتاكتر. عشان نعرف دلوقت ده اللي انا هشتغل عليه. هوصف هيا رلي ولا كونتاكتر. تمام? ده هو القلب بيحسن مجال الماظراتيسي. تبني نزلي تاعة. هنجربوا دلوقت وهنشوف. ماشي? طيب. تعال بقى نفهم. عندي ايه? عندي فيه دخول وفيه خروج. عندي اللي واحد. اللي اتنين. اللي تلاتة. اهي? تمام? قدامها الناحية التانية تي واحد تي اتنين تي تلاتة. يعني لو مر طيار هنا هيعد الناحية التانية. لا. ما يعديش اللي ما هوصل للكويل. طيار كهرباء. غرب تبني الكويل ايه واحدة هي. ايه واحدة هي. وايه اتنين هي. ايه واحدة هي? وايه اتنين هي. اه كده يستعمل تلك واسم? اه لتحت البيضاء دي. ايه. الناحية التانية ايه? مكتوب عليها ايه واحد وانا ايه? سهلا ايه. مش فيها لازم يموري طيار في الكويل عشان يخي المورة التهيل الكاهرابة. ايه طبعا. لازم يمور تهيل الكهرابة هنا في ايه? فيه يحصل مجالة مانتسف جهاز الدل تحت يعدل تحت فيوصل اليمين بالشبه. تمام? طيب. امتى استفدم? اه وعند ايه كان هنا? في حاجة ده عدي حاجة اسمه 21 و22. دي النوقت المساعدة. دي النورمال. ايه ببقى فيه كونتاكتور تاني بقى في 13 و14. طيب انا الكونتاكتور ده كونتاكتور ده فيه نقطة مساعدة خارجي. اه. 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 بيه هادة عشان تبيركب لفوق. اه. عندي نقطة مساعدة انا 21 و22. 21 و22 دي اللي هي النورمال كولوس. يعني الوضع الطبيعي بتاعه مقفول. مدام ما عدش تهيل فكويل انا. اه نقطة مساعدة. هي عندي برضو 21 و22 فوق ايه. بريبا انا عندي كم النقطة مساعدة ادو واحد ادو اتنين. التالتة اهي. بس اللي هي 13 و14. 13 و4. دي يعني في الوضع الطبيعي بتاعها ها موصلة ولا فاصلة? موصلة. فاصلة. فاصلة. نورمال كولوس. طب تيجي نتأكد. نعمله على صوت البزع. اه? نورمال كولوس. دي مساعدة والاساسية. لا مساعدة. الاساسية الدخول والخروج. اه. بص كده. احنا نمشوف نورمال اوبن. دي مساعدة. تلتاشر و14. هي نورمال اوبن. يعني موصلة ولا فاصلة? موصلة. موصلة. يعني فاصلة. ايه. فيش اي حاجة. ايه. انا عاملو على صوتة. طب واحد واشينتون واشينتون كلمة يعني؟ موصلة. 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 تمام? واحد وشين ثم وشين اللي زحت. موصلة. يعني فينو كتنامس مساعدة مستوى. موصلة وفينو كتنامس التباية وفاصلة. مش انت اذكرها. اه. اه. سامسوى. تمام? دي نورمال كولوس. دي نورمال كولوس. ودي نورمال ايه? اوبن. طيب اللي هي بقى اه اللي واحد اللي اتنين اللي ثلاثة وتحتها اتي واحد. بص كده نبسي الكلام. المخروض هي مش هتدي لي حاجة. اه. اه. مدام ما عديش فيه طيار. يعني كده نقاط التنامس المساعدة يعني النورمال اوبر او نورمال كولوس. انا عمل بالموضوع بتاعي ده لو من غير النقط المساعدة ميتمش. انا عمل هنا ايه? بص كده ده كويل ده بتاع الرليق بس ده مش عليكم الكلام ده ماشي ادى عندي هدى رليق تمام ريد عشان اشتغل ريد عشان اشتغل ويوصل هنا بهنا لازم يمور طيار في الملف تعال عايز اجيب له طيار اجيب طيار ازاي بس كده يبقى لازم كويل ادخل له كهرب طب ادي الطرف هو وطرف هو الطرف هو وطرف هو طب الطرف الاولي ده جبته من الدخل ده ده كهرباها خلاص الطرف التاني لازم اوصله بالطرف ده اللي هو النيوترة اللي هو النيوترة صح ها طب لو وصلت اللي اتنين ده هيشتغل على طول طب انا عايز ده يشتغل لما يكون ده في واصل تتعمل ازاي انا عايز ده يشتغل يعدي الطيار من هنا الهنا لما يكون من الطيار ده اللي دخل له ده مقطوع طب انا هلعب في الكويل بقى الكويل انا جبته طرف ده بتاع الطيار اللي هو اهو الطرف ده اللي هو ايه اتنين طرف تاني من الكويل المفروض يجيبه هنا مستبع انا عملت ايه انا جبته عن طريق النورمالكولوس بتاع ده ام جبته عن طريق النورمالكولوس بتاع ده هو ده لما يكون الطيار في مقطوع اللي هو داخله لما يكون مقطوع النورمالكولوس هنا هتبقى كلوس ولا اوبن صح؟ هتبقى مقفولة وبالتالي لو انا دخلت طيار الطرف التاني من الطيار هنا دخلته هنا هيعديلي ناحية تانية هاشتغل ومش هشتغل انت عندك دخلين كهرباء هون دخل ودخل خلاص ده داخل ع الكونتاكتور ده وده داخل ع الكونتاكتور ده ماشي داخل ع الكونتاكتور ده وده داخل على ايه الكونتاكتور ده انا عايز احط الاتنين دول في فيش ده ممكن يبقى مصدر طيار مثلا كهرباء وده ممكن يبقى بطارية صح؟ ممكن انا بستخدم ده عشان ايه؟ انا عامل هنا لتجربة ايه؟ عشان لو عند الكهرباء قطعت ياخد الكهرباء البطارية على طول الجهاز اللي عند ده ما يفصلش او اللمبة او الحملة او اللوت ده شغال على طول ينفع دخل طرفين طيار على مصدر واحد فرقعة على طول فرقعة لو دخلت طياره على بعض افرقعة صح؟ يبقى ان لازم استخدم اتنين كونتاكتور اتنين كونتاكتور لو ده دخل في الطيار وبالتالي دي هتبقى ايه؟ اوبن صح؟ هتبقى اوبن هتعديدي الطيار من هنا لهنا لا لا وبالتالي دي اعدي الطيار؟ لا لا parties تبقى لفصل الطيار من هنا او اللي هيحصل؟ تبقى باديك نووز وبالتالي هو التي tychู يضعه من هنا rồi لسه ج恭كتاكة او هي متككة او تعالى ايقنا هاتي بس الحاجة فيها تغيير. نأخذ الغوطة. بصي. هناخد ده اكي انه لا جاز تكيف او اي حاجة بقى حمل على متى يعني. المهم انا عايز المهم اتنول. ماشي يا شباب. انا عايز الناوطة يشتغل. بصوا هنعتبر. بصوا بني. هناخد ده اكي انها الكهربة العمومة هي بتاعت البيت. اهي. بص كده. ايه اللي حصل. سمعنا تكة كده. مين الشغل ده ولا ده. ده التويرل بتاع. صح كده? احنا قلنا مدام ده ماشي فيه طيار. بدا فاصل. ها? يبقى كهربا مش هتعدي هنا. اه. يبقى ده هي فاصل. ها? تمام? حاصلت افلة? لا. 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 لا حاصلش افلة يسا هحط ده. انت التجربة طبا صح? لما احط المصدر ده كمان. احط المصدر ده كده? ايه يجب له بعض اللي يجب له مردعة. لا مش يعمل فراعة. ليه مش هتعدي هنا فراعة. لا مش فراعة ليه? لانا خليت الطيار بتاعه بتاع الكويه هي عدى على ده الاول. لا ده? فاصل. اه. وبالتالي مش هتعدي طيار هنا. اه. وبالتالي ده مش هتعدي على الكهربا. ايه. طب تعالي نفس الاولين بقى. هنشوف الكهربا هتروح على التانية على طول ولا لا? بص كده. اه. اه. فاصل. اه. فاصلش. ده النزم هو. طب لما احط ده اه. لما احط ده الكهربا هتروح على فين? على ده? ولا على ده? على الكونتاكت. ده الاساسي. لو هنا في طيار يعروح على طول اهو. ده اللي اشتغل. وشفت اللي هلنفل بيسل ازاي? اه. اه. ده احطي وعشان لو الكهربا دي فصلت. ها? ياخد منين من البطارية. اعتبر دي بطارية؟ لا بطارية. ياخد من البطارية. اه. بصية. ده فاصل. اقول لك ده بقى بصدر تاني. تاني? اه. اعاش اطلا. اه? اه. اقول لك ايه? الحمد لك خلاصة مالاية. طب احنا عندنا مصدرين كهربا. الاتنين دخلتهم على ايه? واخدت الخارج بتاعهم على مصدره. على لوت. على حمل. تمام? ممكن ده يبقى جهاز تكيف. او جهاز كمبيوتر. احنا عندنا مصدرين كهربا. الاتنين دخلوا على اتنين كونتاكتر. والخارج بتاعهم دخلتوا على ايه? لوت. ماشي? المفروض ده يشتغل على واحد من الاتنين. عشان اعمل ادخل اتنين طيار كهربا وطلعه على واحد. لازم اعمل بين الايه? الاتنين كونتاكتر دول. يعني لو واحد لو عد في طيار التاني ما يشتغلش. عملت مين الاساسي? هتعمل اساس اللي هو بتاع الكهربا العمومي. ده الاساسي ده كونتاكتر. خلاص? لو عد في طيار ده يشتغل. تمام? طب لو فصل الطيار ياخد من الطيار التاني. فعندك الكونتاكتر دوت. حطيت على الملف بتاعه الملف بتاعه. حطيت عليه انترلوك بينه وبين ده. يعني ياخد الطيار يروح على النورمال كولوس بتاع الده. لو لقاه ان دي في حال التوصيل ده معناه ايه? انه فيش كهربا هنا. وبالتالي هيعدي. وبالتالي الكويل ده هيمر في طيار الكهربا فعده يوصل. تمام? اه اه زي ما هم شايفين كده. كده ده فصل. والتاني ده اللي اشتغلنا. تمام? وصلت لها. كده بقى التاني. زي ما هو. هو لا هنعمل اي حاجة. مش هنحس بيه. ليه? لان انا بنعديه على النورمال كولوس. تمام? ده بيعتبر بعض الوقت اللي هو مش ليه لازمة اصلا. ده مش ليه لازمة. ده ليه لازمة لما الكهربا دي تفسر. بصي. كأنها بطارية كده. كده. كده بطارية كده. اه. اصلا اي عميك كده. ده بطارية. ده مش هبال اتنين في الفيش اه? مساعد كده. بس انا جبت لك اللي. هنستخدمها فيين دي ولا بتاع في الفيش. ما هو في البطارية احنا مش في شغلنا احنا. اه. احنا مش هنعملوا في شغلنا. بس احنا الوقت بنتعلم ووظيفة الكونتكتور ليه زي بنوصله. ويه النقطة المساعدة ده نقطة المساعدة للوظيفتها ايه? اه. اه. احنا شفت وصيفة? وصيفة مهمة. ممكن اعملها على لمبة بيان. اه. بس اعملها على النورمال ايه? اوبني. لو حطيت علي لمبة معنى ان فيه طيار معدي. تمام? النورمال اوبني لما هتعدي الطيار هيوسط. اه. هيوسط. وبتالي لو حطيت لمبة بيان اللمبة دي هتنور. اه. صح? ايه. 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 بس ده اوتوماتيك بقى. اه.